لبنان وسوريا بات مستنقعاً لتعاطي وتجارة المخدرات في الشرق الأوسط هكذا وصف تقرير بث على القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني الحال في هذين البلدين المحكومين من قوتين تسعيان لتوسيع هذا المستنقع في خضم أزمة اقتصادية ومعيشية يعيشها البلدان تتفاقم يوماً بعد آخر ففي لبنان تسيطر على منطقة البقاع ميليشيا حزب الله حليفة النظام السوري وتدعمها إيران وجزء من الحكومة اللبنانية وحالياً وبحسب التقرير تعتبر لبنان وسوريا وكل الدول الخاضعة لسيطرة إيران دولاً للمخدرات وهي للأسف حقيقة لم يعترف بها الكثير من اللبنانيين بعد وتمنع التعافي من الانهيار الاقتصادي ويتابع التقرير أن تجارة الكبتغون هي نتيجة الحرب والفساد وتنتشر نتائجها المدمرة من ميناء بيروت المدمر إلى كل أنحاء الشرق الأوسط ففي أحد المصانع في البقاع اللبناني تستخدم الآلات المعدة لصنع الشوكولاتة لإنتاج وتصنيع الإنفيتامين التي تعتبر من المخدرات في بريطانيا ويشكل هذا المصنع واحداً من العشرات الموجودة في البقاع الذي طالما زرع سكانه الحشيش وتاجر فيه ولا تحتاج صناعة المخدرات فيه سوى لغرفة وآلة ومواد كيميوية يتم استيرادها بشكل قانوني كذلك يحقق المسؤولون البارزون في لبنان وسوريا مليارات الدولارات من تجارة الكبتغون مستغلين الفساد المتفشي والأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعيشها المواطنون في هذين البلدين ويعترف أحد مواطني البقاع بحسب التقرير أن عائلته على علاقة مع تجار المخدرات وأن رجاله المسلحين يقومون بتأمين الحدود لتسهيل أعمالهم ولا يتم تصنيع الكبتغون في لبنان فقط بحسب التقرير حيث تشكل سوريا الواقعة تحت التأثير الإيراني أرضا ثانية لصناعته وتهريبه برا إلى السعودية عبر الأردن وكميات صغيرة ترسل إلى أوروبا